تحذيرات محلية من موجة جديدة لوباء الكوليرا في اليمن حيث وصفت مصادر طبية حالات الاشتباه بالوباء في المحويت بالتفشي غير المسبوق بعد ارتفاعها منذ ينائر الماضي إلى أكثر من أربعة آلاف شخص توفى منهم وفق المصادر ذاتها تسعة أشخاص في صنعاء محافظات أخرى تنامت حالة الاشتباه بالمرض الوبائي من بداية يناير وحتى مارس الحال إلى سبعين ألف حالة توفى منها بحسب تقرير صحي محلي اثنان وثمانون شخصا وقد بلغت حالة الإصابة أكثر من ثمانية آلاف توفى منهم تسعة عشر كما أفاد التقرير كانت محافظة ذمار قد شهدت تفشي للوباء تسبب في بداية الفين وتسعة عشر بوفاة اثني عشر شخصا وفق مصادر صحية أكدت تزايد حالات الاشتباه بالوباء في أكثر من مديرية وصل عددها إلى خمسمائة وستين حالة بدأ تفشي الكوليرا في اليمن منذ أواخر سبتمبر الفين وستة عشر عرفت بالموجة الأولى من الوباء فيما شهد عام الفين وسبعة عشر نهاية الموجة الأولى في فبراير وموجة ثانية ابتدأت في إبريل وانتهت مطلع نوفمبر لكن اليمن قد تشهد موجة ثالثة هذا العام يصعب تلافيها في ظل الإمكانيات المتردية للمنظومة الصحية التي دمرتها الحرب وأهملتها السياسة